فهو ينادون لمقتل الله أكبر من مقتكروا أنفسكم أنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكفروا قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهي لا خرود من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده رفيع الدرجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجذا كل نفس بما كتبت لا أهم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم ناغفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي به حق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو الثمير البصير أولم يسيروا في الأرض فينهروا كيف كان عاقبة اليدين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار فلر فأخذهم الله بدنوبهم وما كان لهم من الله من واقب ذلك بأنهم كانت تاتيهم نوصلهم بالبينات فكفروا فأخذوا الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقاروا وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا كتنوا أبناء الذين آمنوا معه واتحوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أخذ الموسى والذر ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني ألت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آن فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكتالبا فعليه كذبه وإن يكون شادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم ملك اليوم غاهرين في الأرض فمن ينشرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد فقال الذي آمن يا قوم اني أخاف عليكم مثل يوم الأحداد مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله مريد غلما للعباد ويا قوم اني أخاف عليكم يوم التناد ترجمة نانسي قنقر وترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة